السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم سوف نتكلم عن العيالات بين العيالات على تنظيم الوقت بالنسبة للمرأة التي تكون محداما في الدار قبل وليداتها كيف نضم وقتنا بالكوزينة بين وليداتنا وبين احنا كشخص نطلع فرصنا شوية ونكونوا مرتاحين انا سوف نهضر معكم لانه جاني السؤال مع واحد المتابعة في ولاية كاليفورنيا وصولتني هذا السؤال وقالت لي انها ستدوذ الوقت كله في الكوزينة بدأت نعطيكم رأيي وتجربتي لانه انا من لجيت الامريكا وانا اخذ دعمة ودبا مشهر ما ارسل دابة مع هدو وباء هذا انا جلسة في الدار بغيت نقلس في الدار نرتاح شوية وناخذ واحد تجربة ديال امرأة جلسة في الدار ونعطيكم تجربتي وبعض النصائح نتمنى انها تفيدكم بالنسبة للسيدة العزيزة على قلبي اللي قلت لي اياه في كاليفورنيا وتدوذ النهار في الكوزينة ما قصدكش دوذ النهار في الكوزينة خصوصا انتي في امريكا لانه احنا اخذ ناخذ شي حاجة زمينا من هاد الناس اللي عايشين هنا لانهم هما تخدموا بزاف وكاينين اللي عندهم وليدت بزاف ومن ضد من وقتهم وتتشوف هات هي لابسة ومرتاحة وتقدر تكون تتخدم من الدار وتتخرج وكل شي وبمرتاحة اول حاجة قبل ما تناسي تاخذي واحد اكتيب نتعلمه نكتبه تاخذي واحد اكتيب واحد تستيله وتكتبيه عشنو غادي ندير غدا علاش؟ لانه الكون والطاقة لما خدمناش هذيك الطاقة اللي نحنا واستفدنا منها ضروري الطاقة ديرتنا غاسمشي في شي حاجة اخرى يعني الطاقة غادة غادة لهم اخذيها لرأسك ناخد ستيله ونكتب غدا اشنو غادي ندير كل شي اشنو غادي ندير نكتبوه ونقرأ ونحليه غدا غادي نمشي ندير شاور مع الصباح غادي ندير ماسك غادي نخرج غادي نجبع داري غادي نصبن كل شي اللي بغايت نديري غادي نديري وغادي تنعسي دارو ريخسك تنعسي السوع ديال كلهم لانه ايلا ما نعسيش مزيان لغادي نهار كله غادي نديري اما حليبة بشوية المزهر اما الويزاع اما كاموميل اما ديريش واحد يعني موسيقى اللي تنعسيك ديريش حاجة زومينا بش تنعسي مزيان اوكي حنا السابس سألينا نعسي ثقنا السباح فاش غادي تفايقي اما ما غانا غادي تفايقك اوه تفايقك لا نجيوش نقزو من نموسي ترجسم ديالنا تتخلع فاش غادي صوني سنطفعوا التلفون وغادي واحد دقيقة او جوج دقيقة نحضر مع راسنا نحلو عينينا نقولوا اليوم غايدو الزوين اليوم غايدو الزوين اليوم غايدو الزوين انا فرحانة انا مستعدة لنهضروا لانه الكون والدبدابات نحن سمعونا وخدمو الصالح وانتمنى انه اليوم غايدو الزوين وهذا النهار غايدو الزوين نأكد انه غايدو الزوين سنجمع المسائل ديالي كلها حمام وصله وكل شي نجمع النموسيه لانه الى ما نجمعنا النموسيه في العقل الباطيني تنحسوا انه نحن مازال نرجعو الناس نمشيو الكوزينا ونمشيو الفطر اول حاجه نخدموه فاشنفيقو ما نمشيوش للتليفون قلبوه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى قنوات شوها او على الفيسبوك لا الى الى الله محمد رسول الله هذا مات هذا مات نكسب هنا هذا مات هذا مات نكسب هنا واحد الميكاب واعر دارها مجموعه دير واحد فطر واعر كله نهاري دير واحد فطر واعر لابسه شي لبس واعر ما نقاوش انتغره وراء الكاميرا وراء الكاميرا لا يعلامه الا الله ما نعرفش اشنو توقع موال الكاميرا يعني تفكر في راسك قولي انا انا شو نقدر ندير انا راسي ما نبقاش نتغر وما نبقاش نجين واحد احباط من الناس اللي تدروا فيديوهات والناس اللي تخرجوا لايف في الفيسبوك ما عارفنش اللور اشنو كان ما عارفنش هذك الميكاب وما عارفنش هذك الهدرة اشنو من موراها يعني ما نقاوش انتغروا تنأكد عليها لانه الناس تيجيهم احباط نفكر في راسي نفكر في داري نفكر اشنو انا نقدر ندير ونفكر اشنو عندي انا كشخص نحييي الفيسبوك ونحيييي اليوتيوب ما نشييش ليه الصباح مشي الواتساب علش الواتساب لانه وحنا في الغربة غازي مشو نشوفو دارنا خوتنا عائتنا اشنو كاشبين لنا شي ميساج موهم ما يصير شي حاجه وقعت في الدار او شي ميساج موهم بتاع الاخوتنا سيفتولينا فيديو ودي الصباح الخير بالموسيقى إلا سيفتولينا شي قناوة ودي الشوها إذا سيفتولينا شي حاجه ما نوركوش عليهم في الصباح لانه وحنا مشغولين اوكي سافحنا سعلينا بالتالفون غازي نمشي انا تنوجة الفطور ندير شي موسيقى دي الصباح ندير اغاني دي الصباح ندير توكيدات صباحية نكتب توكيدات صباحية في اليوتيوب ونسمع ديعتوني واحدة داقة إيجابية ندير شي موسيقى زمينة نحل السرجمات تعطيني الشمش نحل شوية السرجم ونمشي ندير الفطور ديالي اول حاجة سوف تشرب الماء كاس ديال الماء أو جوج كيسان ديال الماء بتنقيلك الدماغ ديالك وتنقيلك الجسم ديالك دروري من الماء انا قبل ما نبدأ الفطور نشرب الماء ونجد الفطور ونجد الفطور الوليداتي وليا انا الفطور سهلة ما كان شي حاجة في الفطور الفطورة كان نعطط لمون تيتباع كان بانكيك تيتباع كان وافلس كان لبطية صابتة اوملات سهلة كان خبيزة ديال الزراع تكون انتيا فاشلوقيت اللي تكون انتيايا عند كل وقت تتعجنيهم وتديرهم كان العجانة تديرهم في ميكا تديرهم في الفريزر تخرجي واحدة تتخنيها وتديري زيت العود او العسل كاين الطوز كاين بغتي تديري الأوت ميل كاين السيريال يعني كاين موفن اما تشريهم كان عندك شي وقية تديري موفن وتديريهم في الفريزر او ديريك كيك يعني الفطور ماشي شي حاجة ليوعرة بالنسبة للغضاء تديري الغضاء والعشاء طيب الغضاء والعشاء فقط واحد كاينين احنا قد ناخده يعني شي حاجة زمينة من هاد الناس اللي احنا جينا عندهم انه هما كاينين تخدموا بزاف وكاينين اللي تولدو بزاف وتتشوفي هات هي لابسة وتقدر تكون تخدمة من الدار وتتطيف دارها وكل شي نشريو الماكلة اللي فروزن ماشي الماكلة فروزن يعني بحل الخضراء الخضراء احنا ليش عنا نشريو الخضراء وقطع وغسل وعليش احنا ما نشريوش كاين فولمارت او كوسكو اما بلاستيكات كبار اما صغر تشريو الخضراء بالانواع ديالها اما الخضراء هاكو ثلاثة الانواع جوج انواع نوع واحد وتتشريو تتنية تعمر الفريزر ديالك بالماء بهذاك شي مجمد تشريو الانام تشريو الحوتة وفروزن كان جاج هاكو مقطع فروزن كان بيزاز كان ليسوب هاكو في كوسكو كان بزاف لحوائج اللي فروزن وسيكونوا صحيين لانهم هما جاوا وعرفوا انتهاء الصلاحية عرفوا شحال غادي يديروا يعني قروا عليها ماشي جاوا فروزن وداروا لك هاداك شي يجي من بدو وحطوه لك يعني شون تقدو هاد شي ساهل ونجي ندير سالد وبروتين يعني ندير انا يعمحل الحوت وسالد او حوت ووروز او حوت وباستا او حوت وخضيرها هاكا سوتي او خضيرها هاكا في الفراد سافي ما نكترش لانه اي ماكلة ماكلة طيبتيها في عشر الدقائق تتكال وماكلة طيبتيها في البعض السوء تتكال لش انه غادي نصدع راسي مع هاد شي . Foot طيبتي من الاعشاء إنته ايدي لاني انا ناكله واماة وأماة واماة الا اغدا هو اغدا انا ما تتكالية ع Director انا ناكل يوغرhots يوغرت واماك مما قمت ب الصبت ابن حطيت كم يجب أن يأكل فروت و لا نأكله الغضاء هو مهم إما بروتين مع الرئيس إما بروتين مع فاستا إما بروتين مع خضراء أو بروتين مع سالد سهلة الأكل المغربي نجعله مرة مرة مقدرون نقولوا أن الأكل المغربي مرة السمانة ليس يوميا بروتين مع رجل السمانة أو أتخطي مع رجل السمانة على نهاية الحماية لا يجب أن يكون المغربي مرة لا أقرد أن يجب أن تغسلهم المغربي مرة المغربي مرة أي حاجة على الحاجة أن نغسلها نحن نغسلها ليس لدي كاثرونات نغسلها ونطيف فيها شبكة نغسلها ونطيف فيها زلافة خلط فيها البيض نغسلها ونضيف فيها شيء اخرى ونبقاش انا عندي المواعن كلهم فعش غادي نجي غادي نبقى انا طيير تبكري وثالث انقناف المواعن والحاجة اللي طيبتها بلاصة اللي طيبتها نجمعها ندير عندي واحد بروغرام انه اليوم عندي سابو ما غا نجمعش الدار يعني الدار فقط هكذا المحيدات او الغبرام الفوق تبوي بلاصة ما كاش عندي اليوم السابون انا غادي نخمل الدار لانه في امريكا الناس اللي عندهم الهاوس عندك بزيفت البلايسة عندك البيزمنت عندك الجردة عندك الروم يعني عندك بزيفت الحواج يجد كوزينة كبيرة عندك جردة لقدم الدار وجردة للمورة الدار وعندك حمل حمام ما عدتش تقدر تجمعي هاد شي كله ستكون عندك ندام اليوم انا غا ندير هاد الحاجة ما غا نقربش الحاجة الاخرى وبالطياب نقصو علينا ما نقوش نطيبو كل شي يعني ما نقوش نطيبو طيب مغربي كل نهار نديرو مرة في سيمانة نقدر او الماكلة نجينا الدار ومرة في سيمانة نخرجو لناكلو برا الماكلة برا ماشي خيبة وماشي حرام وماشي موديرا نخرج ناكل برا ونعرف شنا ناكل نبدل الجو نتهنى من الطياب وماشي غالية نقدر نقلب على شي بلاس الارخاص نقدر ناكل سالاد ناكل اي حاجة يعني لمراقصة تنظم وقتها ما نبقاش انا نهاري كلو في كوزينة فاش غادي نجي غادي ناخد وقتي غادي نمشي ندير لي ماسك ماسكر ما نش نديرو كل نهار انا نقول لكم ماسك في السيمانة اذا لم نديري ماسك جميلة في السيمانة نديري ماسك في السيمانة ماسك في السيمانة سيكون من قمتاز لسهلا اما ستأخذي طيبة القهوة لان تستخدم القهوة تريد تغسالي القهوة هذه القهوة تضميها في تراش تخلطيها في لفابو سوف تحكي بوجهك ويديك وقنين فاديولك ساليتي هذا صحي رخيص لا تأخذ الوقت لا تحمرين هذا ماسك السمانة تقشير وقدرتي منه ماسك وقشرتي ويكون عندك الماورد في التلاجة ديما عندك الماورد في التلاجة في هذيك الرشاشة فاش فيق الصباح رشيها على وجهت وفاش تكملي هذك الماسك رشيها على وجهت قلبي انتي على اي ماسك كان عندك الماسك ديري في العشية بالنسبة لماسك اللي غادي تديريه ماشي القوايا وغا تكوني قلصة يعني باش غادي تكل اول حاجة لماسك ما تكونيش خدامة في الكوزينة تتشقي وتدري الماسك الماسك ديري في العشية هو ديريك وقية كان بزاف القناوات اللي تتقولك ديري ماسك وديري اي حاجة وراجلك ما يكونش في الدار وما يشوفكش سوفش يجي لقاك واحد اللؤلؤة واحد القنبولة واحد الجوهرة في الدار لا اجنا اه الا إلا بغيت عشرة الدوم وغا تطولي في الزواج وعشرة فيها زواج وفيها وحم وبلدة وفيها مرض وبيكام وفيها اكتئاب و ايضا نشاركو مع راجلي يشوف كل شي سوف ندير الماسك ولكن نديره في العشية نكمل الطياب و كميل الكوزينة و كل شي كما ندير الماسك نقدر الماسك انا و راجلي ندير حكوزليفة و نخلص فى هذا الشي اللي هندير و هندير انا و هندير هو كما ندير الماسك يكون الضوء لا يكونش يمش بزاف الدار و لانه خبراء جميل لا يكونش الضوء لا يكونش الشمش لا تكونش تخرجي و تكوني فى بيتك لانه بيتك ولا ترتاح فيه و يكون الضوء حافت لا تكونش الشمش و تكوني موسيقى و مرتاحة و تكوني ماسك و مرتاحتي و ذاك الماسك تخليك الأعماق لانه الماسك او الحاجة النفسية ديتك و هدك النفسية ديتك غتقبل الماسك او ما غتقبلوش سمحوا لي انا غادي نطول ولكن اكسسين نشرح النفسية ديالك غتقبل الماسك او لا ماشي انا يا واقفة تنجري وتنديل الماسك و انا فقط صباح وتنديل الماسك ممكن لابا تدري السبا انك يفقتي الصباح و ما عندك ما يدار ما سابعك تشي حاجة و هدك بزعال و شعر سوف ترتاح في بيتك و سوف تسمع لك الموسيقى سوف تكون مرتاحة و سوف تنسف بيتك سوف نتحرك بيتك و سوف تكون مرتاحة بيتك سوف نتحرك بالمسكة يعني كين ماسكات اللي ما غاديش اما غادي تديري دانون قد قدر تديري دانون مع العسل بوحديته ودهني يعني انتي لك انتي عندك وليدات وعندك شقة وهادي قلبي على الشي ماسك اللي يكون ساهل ماشي ماسك اللي غادي نتقاو نحكوه نقطعوه ونحمروه في الفران وذك شي يعني شي ماسك بيكون ساهل غادي نجيه للشعر السيدة قلت لي احنا بعدناش يعني هنا غالي باش غادي شوشوار كل نهار شارك والبيدوكور مانيكور وهادي شي غالي وماعندكش الوقت وهادي 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 اللي بغيت نقول لك وهو انه ما تبقىش تشوفي الناس اللي في الفيسبوك تيخرجوا لايف وتي مستقالك ليلانتي العينيها وشفار ومكبراها هاد القنوفة ومكبراها يعني كتشوفي هاوش هي بنادم او مونيكا وعاد زيدي دقشي دي السنابشات و الفراشات و الادواء انا سنعتها برا ماشي غري تعمتوني اللي بتنقولك وهو انه الراجل تيبغيك تكوني حقيقية تريحة ديالتك تبغي تكوني تيك يعني خيدي الشاور سافي ليت تريحة لكريم لكيهاتي اه شعرك يعني انا الأكثر شعري تنضير له مواد طبيعية للشوشوار أنا شارية الأنواع ديالشوشوارات في الدار تنضيرها مره في بعشوار في خمشوار أو واحد شوية من اللي تحت لك أنت خرجتها بعشوار خمشوار يعني مره وجمضت بالعين تنضيرها الشوشوار شي شوشوار خفيف لماذا؟ تنهتم بشعري حيث تنضير مواد طبيعية أول حاجة الماء الماء يكون عندك عادي نسايا المونادة ونسايا العصير يعني المره يجب الماء بحيتها كلها الماء ديالشوار في الدار يعني الماء تشربوه النهار كله خرجتها تغذية الماء مع شوية الحامض أو شوية خلطفح هذا تنعكس على الجامع ديالك ثانيا شعرنا زيوت زيوت ديما ندهنو شعرنا زيوت سهل مع شوية العسل مع شوية الزيت تديرهم شعرك تديرهم فولار أو شي حاجة فاش تفاقي تعلمي ضفري شعرك وحيكون عندك شعر قصير اما ضفره وحده اما توجد ضفيرات تعلمي ارجع لطفولة ديالك تعلمي ارجع لهادك الطفولة الداخلية ديالنا ضفيرات تقدر فالورج سكتر علي ارجع لطفيرات ضفيرات اول الحاجة ستطور شعرك لا تقلبي على الشوشوار و سنجبت شعري لأنه سيخسر مع الشوشوار و دخل الشعرك و تكملي و تكتسالي و ترتاحي ستخرجي من الكوزينة و ستخرجي من الكوزينة ستلقي شعرك شعرك خسويت نفسه شعرك في الدار ديما مطلق دهني بالزيت دهني بالزيت يوم قدال يوم قدال يوم قدال يوم قدال ديما نقطعه و خحنا في الدار او نقوله الرجلنا يقطع لنا هادوك الجناب التحسانيين تكون شوية دراي باش شعر اطلع و فاش بغيت نعسي ديما تلقي شعرك باش يرتاح الشعرك الصباح فدور يوم الشعرك نفطر الفطار السهل في امريكا الغداء نطيب غداية وعشاية في وقت واحد وما نطيبش بزاف وما نوقفش في الطياب بزاف الطياب المغربي مرة في السيمانة ندير مرة في السيمانة ونخرج لنا كل برة مرة في السيمانة ونقوم بشي حاجة لتجيني للدار المواعن في الديشواشر نمتلك بزافنا ديها فراسة ناخذ لها ساعة أو ساعتين ماسكات نصوبهم السهل ونقلب عن ماسكات السهلة كانوا الماسكات يتباعوا في ولمارت أو في وورغرين أو تارجت فنجد مذكرة من السابق ونسمع الموسيقى فالكاميرا فنجد مجموعة فنجد راجل بقيت طبيعية فنجد مجموعة خارج مسافرة يجب أن تنصب لي فيديوكور ومانيكور تنهتم تنهتم براسي في الدار بوحدي يعني أنا ما تنسبقش دفاري بزاف لأنه ما مزيان شليك مره مره دهني يديك مورا أي طياب بزيت زوج جوز لهين او بغليسيرين بغليسيرين او زيت الزيتون او نحك ندل قهوة كنت لك نديرها في الدية ندهن جسم ديالي يعني بحيب وبكريمات زينين باش نرتب نشرب الماء بزاف نشارك راجلي أي حاجة لأنه راجلي قدار يشوفني ديرها ماسك الشعري والوجهي ومن موراها غادي يشوفني زمينة وامحي دالماسك يعني ما مقش نخبيع لها راجلي أي حاجة نشري الفروزن فود ما نبقاش أنا طيب نشري نعد براسي كيف قلت لكم إلا كان راجل القالس يمشي هو يسقط ذلك منتيا فقط طيبي علمي الوليداتك أنه عندي ساعة أو ساعتين لنكون مرتاحة في الدار ما نبقاش نقدر نفيق وأنه داري مرونة وما تقلقنيش لأنه كان شي وقت لما تقدري تريدتي شي حاجة وماشي مشكل نتعلم واحد الحاجة أنه في أمريكا خصوصا من ماشي نخرج أنه مشيت لشي براسق وأنه تلقيت معي شي وحدة أو تلقيت مع صاحبتي وداري ممجموعاش ونجيبها معي أنني أنا جيت عن يعني حسنية جبتها بشرب معي آتي أو قهيوة ونجمع ونتحكوه بحلي جيبة معي أختي ولكن هي فش غتشوف دارك ممجموعاش غادي تلقاي أخبار السوق إما في الجروبات إما عند ابنات صحاباتك وحدين أخرين يعني إلا كانت داري ممجموعاش ما نجيب معي شي واحد إلا بغتنا رضي إننا نعرض عليها في قهوة وهذه عام تجريبة لأنه أنت تجيب معك شي وحدة محل تجيب معك أختك أنه لشافت مواعنك ما موصولين وتعاونك ولكن هي تتشهر بك وتديلك الإشهار ما تتقوش في البنات اللي هنا داري ممجموعاش ما ندخل معي شي واحد ولكن داري ممجموعاش نكون مرتاحة لأنه هنا في أمريكا توحد معي يدق عليا إلى معي شي ليا وخدارون ديفو ومن صاحبوش مع المغربة اللي بقي عندهم المغربة في دمهم أنها عاد جي أول عشية ما عندها ميددار ودق عليا ودخل داري وأنه أنا أنا ما قادرا نجمعتها مع شي واحد وما فيها مطيب لا قهوة مع شي واحد ما نصحبوش مع هاد النس هادو نعطي القيمة الراسي وإن شاء الله فيديوهات أخرى نتكلم لكم على علم الطاقة كيفاش يشجعك أنه تكون عندك واحد القوة واحد يعني الطاقة إيجابية باش تفيقي وتجمعي دارك وتكون دارك مجموعة لأنه كينين شي حوالي اللي احنا مرادينش لهم البال وهوما اللي تدولينا إحباط وهوما اللي ما تكونش عندنا واحد القوة أننا ننضو إن شاء الله ان شاء الله عندكم فيديوهات على الطاقة لأنه الآن أنا تنخدم عليها باش نستفد منها وباش نجربها على راسي لأنه أنا في قناتي ومثلا بغيش نجير شي حاجة إلى ما جربتها على راسي باش نقلها لكم ونقولها لكم لكي ناخد تجربة من ختي أو من صاحبتي ونقول لكم أن تجربوا لا أنا ديما عندي مصداقية تنجرب على راسي وغادي نقول لكم تجربة ديرتي إن شاء الله يعني واخي كون عندك مليدات اديها في راسك وما تبقيش يعني ما نقلش نعيشه لديك العيشة دي المغرب في أمريكا لأنه تكون عندك هاوس كبير واختك تنظمي راسك واحد حاجة إلى فقتي وما فيك ما يدار تأتي شي حاجة بغا تصبني بغا تجمعي الدار بغا تطيبي وما فيك ما تدريتها شي حاجة ما تنوضيش تشقي وانتي تتنقري وانتي ما قادرش لأنه خصك خصك تدير هذه الحاجة ما ندير والوك عشان نقولك انا تقداي شي حاجة فروزن عيطي على شي ما قادرشيك للدار خرجي زي وريداتك وخرجي تاكلي بره وخلي الدار ودخلي لبيتك ودري لك شي موسيقى ودري لك شي ماسك ورتاحي ونعسي وان شاء الله فش غدت نعسي وغدت ارتاحي غدت غدلي غدت فايقي وغدتكون عندك واحد القوة واحد طاقة إيجابية باش غدتجي بعيدارك يعني هادرها بزاف انا فقط اختصرت يعني انتي اللولة انتي اللولة وما تبقيش دوزي النهار كله في الكوزينة وما تبقوش تقداوا المماء بزاف وما تبقيش الكوزينة ديالتك ما تبقاش عامرة بزاف يعني فاش بغيت تنقيها اتكون عندك المساحة خاوية يعني كل شي يكون مخبي ونقوش حنا نتقداوا في المماء انه هنشفنا هاتي غروب تقنطة وما نبقاش نشوفه في الغروبات انه هاتي حطات على كرس نشرب حالها وهاتي ندير شي حاجة اللي انا المادة ديالتي تسمح والشخصية ديالتي تسمح وغراج لي اشنو تبقي ما نبقاش لانه الرجال تبقوك تكوني طبيعية ما تبقوش تكوني ملسقة الدفار هاتيك ياس مرة 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 اللي تنأكد عليه انا هو المساج بانه المساج انا محبين المساج والمساج تخرج منك هاتيك الطاقة و هاتيك شوحونات سيلبية المساج انا اللي تنصح به مرة 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 في شهر او مرة في شهر سيري ديري مساج الجسم ديالك هاتي الفلوس فاش تخسريهم لا تضيعيهم حسن لا تمشي تديري ميكاب او تصوبي شوار في الكوافورة او تديري بيديكور يعني المساج مزيال لك لانه بتترتاحي مزيان ما تنصحش به دابة لانه مع كورونا و تكوني معها فروم واحد بتاعنا ما تديروش دابة ولكن ان شاء الله فاش تنبشي كورونا مرة مرة سيري ديري مساج و يعني تيريلي حكم زيان اما هاتيك الشي اللي تبلينا في السوشال ميديا ما تبقيش تدي فيه و يعني ما تبقيش طيبي بزاب اي حاجة زمي يعني صغورة تنكلوها و هالشي اللي بوت نقول لكم و نتمنى لكم سعادة و طول العمر ولكن عندكم شي سؤال و مرحبا لكم با باي ما السلام